استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفير الجمهورية التركية الشقيقة مصطفى بولات للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الوضع اليمني وفي اللقاء أشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات كما أشهد فخامة الرئيس بالمواقف التركية الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن وجهود إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة إضافة إلى تدخلاتها المقدرة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني من جانبه أكد السفير التركي اعتزاز بلاده الكبير بالعلاقات التاريخية مع اليمن متطرقا إلى مجالات الدعم الحالية والمستقبلية خصوصا في قطاعات التعليم والأشغال وبناء القدرات والمساعدات الإنسانية الضرورية للشعب اليمني حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي